النهاردة بيترقب عشاق كرة القدم مباراة النادي الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي اللي حتقام على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مباراة طبعا مهمة جدا كل عشاق الأهلي والزمالك وكرة القدم المصري حيتابعوا لقاء القمة اللي دايما بيكون كده خارج التوقعات خصوصا لما يتعلق الموضوع ببطولة المباراة الوحدة كلام كتير طبعا وتفاصيل أكتر حنعرفها عن مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والزمالك مع ضفنا اللي منورنا في ستوديو صباح الخير يا مصر النهاردة ضيف عزيز علينا الأستاذ عبد الحميد الشربيني الناقد الرياضي صباح الخير على حد صباح الخير صباح الخير يا سيد عبد الحميد يعني مباراة مهمة جدا 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 مصر كلها قاعدة مستنية النهاردة المتش إن شاء الله بس في البداية كده خلينا نعرف منك كواليس التدريبات عاملت زي الأجواء نفسها عاملت زي مبين الأهلي والزمالك طبعا زي ما احنا عارفين الزمالك وصل السعودية يوم الثلاث والأهلي وصل الأربع الزمالك خاض تدريبين والأهلي تدريب وحيد اللي هو كان أمس تدريب رئيسي للمباراة الزمالك ركز في تدريبات وعلى التحولات الهجومية وعلى اللعب على الجنبين تدريبات رغم أنها كانت سرية لكن جزي جميز المدير الفني للزمالك كان كل تركيزه على الجنبين واللعب بالجنحين بتوعب سواء أحمد سيد زيزو أو مصطفى شعلبي لكن الأهلي كان كل تركيزه على الكرات السابتة إزاي يقدر يختارك الزمالك من خلال الكرات السابتة وعلى التحولات في نص الملعب من خلال تواجد سلاس نص الملعب أكرم توفيقه مروان عطية وإمام عشور مع استغلال الجنحين حسين شحات وبرستاو للداخل وتبادل الأدوار مع وسامة بعالي المهاجم الأهلي طيب حسابات كولر مدارب الأهلي وجميز مدارب الزمالك في هذه المباراة السوبر الأفريقي شايفها إزاي خطة اللعبة ممكن تبقى مختلفة إزاي عن اللقاء لجماحهم سنة الفات طبعاً إزاي ما إحنا عارفين إن كولر واجه جميز مرتين مرة في نهاية كاس مصر عشرين تلاتة عشرين ومرة في الدور الأول من المثابة الدوري اللي فاز بيزاي مالك اتنين واحد والأهلي كان فاز بتكاس اتنين صفر طبعاً المباراة دي هتلاح حسابات مختلفة أولاً آخر مباراة جمعت بين الفريقين الأهلي كان عنده غيابات كتير يعني ممكن تسع غيابات مش هيكونوا موجودين النهاردة تسع غيابات كان عن الفريق هيكونوا موجودين النهاردة تمام بالنسبة لنهاية الكاس أنا شاف أنها كان سيناريو مختلف خلاص عن نهاية الكاس الأهلي بيلعب على مبدأ واحد هو الفوز وتحقيق اللقب والصقر اللي هزيمته من 30 سنة قدام الزمالك نفس الحال الزمالك عايز يستعيد مكانته في الكرة الصمراء وتتويجه بلقب كرة جديد خصوصاً أنه غايب عن يعني مكسبش الأهل من 94 الزمالك لعب الأهل عشر مرات في بطولات أفريقيا ستة فوز للأهلي وتلاتة تعادل وفوز واحد للزمالك كان في السوبر أفريقيا 94 فجميز بيلعب على نفس الأسلوب ونفس الطريقة لعب الأهلي مع اختلاف الأشخاص الأهلي بلعب 4-3-3 والزمنة بلعب 4-3-3 مع اختلاف الأشخاص والأدوار بتاعت نص الملعب في كل فريق حالو أكيد كل فريق نفسه هو اللي يكسب أكيد طبعاً لو هنبص بقى على كروت كل فريق يعني إيه الكروت اللي هيلعب بيها جميز وإيه الكروت اللي هيلعب بيها كولر وإيه الحاجات المفروض أنه الفريقين كمان يعني كل فريق أكيد عنده نقاط ضعف إيه نقاط ضعف هنا وإيه نقاط الضعف هنا أولاً نقطة قوة الأهلي في الثلاث ونص الملعب مع التحولات في أدوارهم أكرم توفيق ماروان عطية وإمام عشور وده بدي ميزة للجناحين حسين الشحات وبرسي تاو هنروح نحية تانية نقطة قوة الزمالك برضو في تحركات زيزو من ناحية اليمين ومصطفى شلبي ناحية الشمال مع عبدالله السعيد أو ناصر مير لو حد فيما يكون موجود أو لو الاتنين هيكونوا موجودين مع بعض في خلال المباراة بالنسبة لنقطة ضعف الفريتين نقطة ضعف الزمالك في تقدم الزهرين وقلب الدفاع وكمان عندهم مشكلة في الكرات السبتة ما بعفش تعمل معها بالشكل المطلوب أما نقطة ضعف الأهلي فهي برضو من ناحية البكين محمد هاني في مواقف واحد على واحد بيكون عنده مشكلة كبيرة في ناحية اليمين يحيي عطيت الله ما بيقومش بالدور الدفاعي على نفس دوره الهجومي رغم من تمييزه في المباراة الأخيرة للأهلي أمام جور ما يكين نروح النهاردة ونشوف صفوف الأهلي والزمالك زي ما حدثت قلت التشكيلة وخط الوسط والدفاع والهجوم بالنسبة للصفقات الفترة الأخيرة شفنا إدارة النادي الأهلي والزمالك عملوا مجموعة كده من الصفقات والمركاته مع عدد من اللاعبين في الأهلي فيه عطية الله المغربي أشرف داري هل ممكن نشوفهم النهاردة في الملعب ولا هيكونوا على في الاحتياط في دكة البودلاء الزمالك كمان الصفقات بتاعته مين ممكن محمد حمدي باك شمال ممكن مين نشوفه النهاردة في المطش الأهلي عمل أربع صفقات المسلم ده حتى الآن يحي عطية الله المغربي ومواطنه أشرف داري وكمان فيه يوسف أيمن عرم الدوري القطري وفيه كمان عمر الساعي جاي من الإسماعيلي الأقرب أنه يكون موجود في تشكيل أساسي بنسبة كبيرة هو يحي عطية الله لكن لسه لم يتحدد موقف أشرف داري هل هيكون أساسي على حساب ياسر إبراهيم ولا هيكون دكة خصة أنه ملعبش ولا مبرامة على الأهلي حتى الآن وغيب عن مباراتين جرمه يكيني بسبب الإصابة بالنسبة للزمالك الزمالك عمل ست صفقات أبرز الصفقات اللي عملها محمود بن تايج ده زهير أيصر محمد حمدي زهير أيصر كونراد مشراك ده جنح شمال ده جاي من دوري السعودي سعودي بجانب عمر فرج المهاجم الفلسطيني والمهاجم السنغالي نضاي أعتقد الأقرب للتواجد في تشكيلة الزمالك النهاردة واحد من الاتنين لمحمود بن تايج لمحمد حمدي هيكون في مركز الباك الشمال لكن عمر فرج هيكون احتياطي كونراد متشلاك ده هيكون برضو احتياطي تقيمك لأداء الزمالك مؤخرا يعني النادي الأهلي كل الناس تتكلم أنه مؤخرا مارسل كولر فيه خطة فيه استراتيجية هو بيرعب بها دايما نعينه معرفوز مفيش ماتش بيه أو مباراة بيستخف بيها لكن لو هنقيم أداء نادي الزمالك لأنه حتى نادي يعني حتى لو فيه أبسان داونز أو فيه أوقات كويس أو حتى لو بيبقى في بعض الأوقات يعني مش مرضي الجمهوره لكن برضو إلى حد كبير ماشي على خط ثابت الزمالك هو يعني شوية بعيد عن أداء الفريين في الفترة الأخيرة الزمالك ما اقنعش جمهوره في مباراتين الشرطة الكيني في الكونفدرالية رغم الفوز واحد صفر في كينيا والفوز في الكهارة 2 واحد لكن المستوى الفني خلال المباراة لم يكن على الجماهير الفريق ما قدمش العرض المنتظر منه في المباراتين الأهل زي ما حضرتك قلتي الأهل عنده استراتيجية واضحة بالنسبة للمرسل كولر المدير الفني الفريق واللي بيميز الفريق الاستقرار الفني يعني لو شفنا التغييرات بتكون في قضيك الحدود ما بقاش فيه تغييرات كتير خطة اللعب واضحة وكمان كولر قدام الفرق الكبيرة بيعرف يتعامل معها بشكل كويس هي ممكن مباراة الدوري بتاعة الزمالك اللي مقدرش يتعامل معها بسبب النقص العدد اللي كان عنده فده أثر عليه لكن في كل الأحوال مباراة الكمة المستوى الفني ما يكونش اللي هو معيار لوحده بعيد عن مستوى أي فريق يعني ممكن فريق ما يكون المستوى أقل من الفريق التاني ويكسب والعكس صحيح فعشان كده ده واضح قوي أن المستوى الفني مش هيكون يعني الحكم الرئيسي للمباراة الحكم الرئيسي هيكون مستوى حالة اللعبين خلال مستوى البدني أو اللقل بدني آه مستوى اللعبين خلال التسعين دي أداء هيحكم بشكل كبير وكمان اعتبارات نفسية الكافة راحة من في المستوى البدني؟ كافة للأهلي رغم أن الفريتين لعبوا مطشين هذا الموسم لكن الأهلي عمل فترة راحة اللعبته في نهاية الموسم بعدما حسم الدوري وده خلاي اللعبة تاخد جزء كبير من الراحة على أكس السنين الفاتت الزمالك تواجد في الكاس رغم أنه راح بعض اللعبة الأسسيين لكن كان عنده مجموعة موجودة بتشارك فأعتقد أن الأهلي ارتاح بدنيا وده اللي شفنا على أداء الفريق خلال مباراتين جورما يكيب معتز الشلماني هو حكم مبارات السوبر الأفريقي الليبي اليوم من اللي فاته كده شفنا في بعض المواقع وكلام عن اختياره وفي وجهات نظر معارضة يعني أو شايفة أنه بش أفضل حد يكون حكم لمبارات السوبر الأفريقي تبعت ده إزاي أولا معتز الشلماني الأثار الجدل هو مسؤول الزمالك الزمالك عن طريق متحدث الرسمي للنادي طلع تكلم عن الحكم رغم أن معتز الشلماني ما قدرش غير مباراة وحيدة للزمالك كانت أمام شباب بولزداد في 20-23 في دور المجموعات ولم يحدث أي أخطاء في خلال المباراة بالعكس إحنا لو شفنا أن معتز الشلماني أدار للأهل مباراتين في نهاية الأولى في إياب ربع نهاية دورة أبطال أفريقي 20-23 والتانية قدام الوداد المغربي في زهاب نهاية دورة أبطال أفريقي 20-23 وكان حصل تغاطع عن ضرب كزاء الحسين الشحات وكمان تغاطع عن ضرب ضيحي عطيط الله أيام ما كان بلعب في الوداد فالمشكلة في الأهلي لكن أنا شايف أن إصارة الجدل أو الكلام عن الحكم مش مفيد للمباراة خصوصاً الكاف هو اللي بعين التحكيم بعيداً عن المستوى الفني للحكم أو اختياره أو من عدمه أعتقد أن كان أفضل من الاتحاد الأفريقي أنه يختار حكم صف أول لإدارة المباراة وكنت أتمنى أنه ما يكونش حكم عربي لعدم إصارة الجدل لو ما كانش حكم مصري يكون موجود أو حكم أفريقي في حال أنه انتهى بانتهت المباراة بالتعادل هيكون فيه رقلات ترجيحة تفتكر مين جميز هيلجأ لمين أو هيختار مين إن هو الخمسة بتوع الزمالك آه مين ومارسل كولر هيختار مين أعتقد أن أول حد في حسابات جزيج ومينز مدرب الزمالك هيكون زيزو يعني هو الأكثر اتقالة لرقلات الترجيح أو ضربات الجزاء فيه كمان هيكون نبيل دونجا وعبدالله السعيد فيه كمان مصطفى شلبي وحمزة المسلوسي دول الخمسة اللي ممكن دول الزمالك دول الزمالك الأهل النحية التانية أعتقد الأهل هيكون أول واحد في حسابات مارسل كولر هو وسامة أبو علي اللي أصبح المنفذ الأول لرقلات الترجيح في غياب علي معلول فيه كمان إمام عشور فيه كمان حسين الشحات ورامي ربيعة وبرستاو دول الخمسة الأقرب لتنفيذ رقلات الترجيح بالنسبة للنادل الأهل طب دعين بقى الناقض الرياضي والمتابع لحدث مهم زي ده نحن نتكلم على مباراة بتجمع أكبر ناديين في أفريقيا وبش بس كده متابعة من الجماهير الأهل والزمالك في مصر لكن العالم العربي كله بيتابع مطش مهم زي السوبر الأفريقي اختيار إقامة هذه المباراة في أستاذ أرينا بالرياض في المملكة العربية السعودية شايفه إزاي أعتقد أنه يعني إقامة المباراة أنا شايف أنها يعني حاجة بتزود قيمة الكرة المصرية أن يكون استضافتها في بلد كبيرة زي السعودية اللي بتضم دوري روشن أكبر دوري في العالم العربي دلوقتي لكن ديربي الأهل والزمالك تلعب في السعودية ده إنعكاس على قيمة الديربي وتصنيفه العالمي أقوى ديربي أقوى ديربي في العالم العربي أعتقد أن ده حدث تاريخي بالنسبة للكرة المصرية وهيصلت الأدواء كلها على المباراة النهاردة خلال قامتها في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض وده بيعكس وضع الكرة المصرية وشعبية الفريقين سواء في العالم العربي أو في الكرة الصبراء طيب كنت عايزة برضو أسأل حضرتك عن فكرة التشكيل مرة تانية مرة تانية تشكيلك وتوقعاتك للتشكيل الأهلي والزمالك وتوقعاتك لنتيجة المباراة بالنسبة لتشكيل الأهلي لقرب للتشكيل محمد الشناوي حراس المرمى باكي من محمد هاني يحي عطيت الله باكي شمال قلب الدفاع رامي ربيع وياسر إبراهيم سلاسة الوسط أكرم توفيق مروان عطية إمام عشور حسين الشحات وسامة بعلي وبرستاو كولر عنده أوراق ربحة على الدكة أفشة وطاهر محمد طاهر أفشة ممكن ينزل مهاردة؟ دايماً بقى تبديلات كولر كده بتبقى مفجأة وبتبقى خارج التوقعات فممكن يعتمد على الأفشة أفشة أعتبر الورق للربحة الأولى بالنسبة لكلها هذا اللي شفناه في نهاية الكاس نزل غير مصار المباراة الأهلي كان متعادل وكان مضغوط من الزمالك قدر أنه يصنع الجن أو الإمام عشور وقدر أنه يعرض الهدف الثاني في نهاية الكاس بالنسبة لتشكيل الزمالك محمد عواد أو محمد صبحي لأنه فيه شكوك حوالين صبحي لأنه تعرض لإصابة في التدريب الأخير باكي من عمر جابر باكي شمال محمود بن تايج أو محمد حمدي البن الدفاع حسام عبن جيد وحمزة المسلوزي نص الملعب نبيل دونجة عبدالله السعيد محمد شحاتة مصطفى شلبي سيف الدين الجزيرة وأحمد سيد زيزو توقعاتك بقى لنتيجة المجرارة وهنلجأ لرقلات الترجيح أو لا كله متسجل هنا كله متسجل هنا قلبي حاسس أنا أتوقع أنها ممكن توصل لرقلات الترجيح لو لم يحسب أي فريق هدف مبكر أنا شايف أنها مباراة الهدف الواحد أو رقلات الترجيح طب بالنسبة لإحراسة المرمى محمد الشناوي الأهلي ومحمد صبحي الزمالك دور مهم جدا فماتش مهم السوبر الأفريقي بيقوم بحارس المرمى احنا شفنا قبل كلا لقاءات كتيرة جدا يعني حارس المرمى ده ممكن يكون شايل المباراة من أولها الأخيرة فشايف اختيار صبحي وشناوي النهارة أعتقد أن ما فيش جدل على محمد الشناوي حارس مصر الأول في خلال السنوات اللي فاتت خبرات ونطج فن على جميع الأصعادة حتى الفترات اللي غابة قدر يرجع بسرعة وقدر يكون متواجد ويستعيد مكانته كحارس أول للنادي الأهلي بالنسبة لمحمد صبحي أو محمد عوات في الزمالك صبحي هو اللي كان الحارس الأساسي الأساسي في الزمالك لكن فيه كلام أنه تعرض لكتبة في رجلية أنه ممكن ما يكونش موجود في ماتش النهاردة وهيتحسن موقفه قبل المباراة بساعات لكن أنا شايف أن لسهنا الغادة دولتك مش عارفين مين عوات حيلعب أو صبحي في حراسة مرمى الزمالك كان طبيعي كان صبحي على الله في التدريب فهذا خلت جهاز الفن للزمالك يأجل حسن موقفه للوقوف على حالته قبل المباراة بساعات سيحصل موقفه سواء هيشارك سيكون جاهزه سليم 100% أو اللجوء للحارس البديل محمد عوات طيب إحنا للأسف نرى مشهد مش دايماً لكن نرى أنه أحياناً اللعيبة في نهاية المباراة في نهاية الوقت يكونوا تعبوا ودي بيبقى فيها مشكلة فكرة الجاهزية والتدريبات والتأهيل بدني وكل الكرام ده كل أنت شايف أن الفريقين لعبة الفريقين لأي مدى هم جاهزين بدنياً ولأي مدى يقدروا لأن ده متعلق كمان فكرة تقديم أداء مشرف زي ما بنقول أو مباراة الكل يستمتع بها وده اللي احنا مستنيوا النهاردة أي ينكمي اللي هيكسب تمام أعتقد أن احنا لسه في بداية الموسم بالنسبة لمصر فده هيبقى ممكن يكون عائق بس مش عائق كبير لأن الأهل رايح لعبته من بدري في نهاية الموسم والزيمالك برضو رايح جزء من الأسيين فأعتقد وكمان أن المباراة التسعين دي ما فيش وقت إضافي فأعتقد أن عامل البدن مش هيكون عائق أو مشكلة في مباراة النهاردة فالوضع بالنسبة للفريقين أعتقد أن التسعين دي هتكون كافية للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية وخبرات العناصر الموجودة تقدر تتعامل مع المباراة سواء على الصعيد الفن أو الصعيد البدني بالشكل المطلوب فنية نحن شفنا الأهل الفترة اللي فاتت بالضربات السابتة أعرف يحسن يعني أكتر من المباراة في الفولات أو في الضربات الركنية حتى وكان متميز بها جدا هل هيبقى فيه رهان أكتر أو يعني أداء أكتر بالنسبة الدربات السابتة لفريقين دي الأهل أعتقد أن الدربات السابتة أصبحت جزء مهم في عالم كورتكال ومده اللي شفنا الفترة الأخيرة كمان عنوان تبيز للأهل صراحي كولر بدأ يعمل تدريبات مختلفة للضربات السابتة سواء عن طريق الدربات الركنية أو الفولات خارج منطقة الجزاء وده شرفناه في الفترات الأخيرة يعني أخيرها مثلا هدف رامي ربيع في ماتش جورماهية كان بتكرر السيناريو ده في وجود محمد عبد منعب قبل احترافه في نيس فكولر عمل مخصص جزء كبير في تدريباته للكورات السابتة يعني أصبحت أن الكورات السابتة أصبحت جزء مهم في عالم كورت القدم وده اللي شفناه في الفرق الأوروبية الكتيرة يعني في الدورة الإنجليزية شفنا فريق زي أرسنال في آخر خمس سنين جايب تلاتة واربعين هدف من ضربات السابتة فده بيعكس الوضع بالنسبة لضربات السابتة نرجع للنادي الأهلي فعلا كولر زي ما حضرتك قلت مركز بشكل كبير على استفادة من ضربات السابتة والجانب التكتيكة والفني ده اللي ظهر في المبارات الأخيرة بالنسبة للأهلي واستغلال طول قامة المدفعين أو تحركات اللي عايبها داخل منطقة الجزاء مباراة النهاردة إن شاء الله الساعة 9 بالليل إن شاء الله وإحنا قاعدين مستنين يعني نتفرج على كرة حلوة كرة مصرية حلوة أتمنى وبين قطبين الكرة مصرية الأهلي والزمالك كلنا بنحب الأهلي والزمالك الماتشوت الحقيقة بنستناها دايما ونتمنى إن احنا نشوف أداء مشرف بالنسبة لنا نحن يبسطنا الناس اللي بتحب الكرة يبسطهم بعيد عن مين اللي هيكسر وخصوصا إن المبرمد يعني حدث كبير متابع من العالم كله بتفرج على دير بالأهلي والزمالك دير السوبر الأفريكي يعني وده كمان حدث ما بتكررش بين فريين من دولة واحدة اللي إليه جدا هنشوف إن شاء الله كرة حلوة النهاردة وكرة كده ترضي جماهير الأهلي والزمالك اللي بيمثلوا الكرة المصرية والأفريقية هم قضب أو قضباء زي ما بيقولوا كده الكرة الأفريقية على ملعب أستاذ أرينا برياض نشكرك شكرا جزيلا نورتنا وقدتنا كده شوية معلومات مهمة عن ناطش النهاردة أستاذ عبدالبحميد الشربيني الناقد الرياضي صباح الخير على حب صباح الخير على حب شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك